الامر الاخر اللي عايز اتكلم مع حضراتكو فيه سريعا برضو علشان النهاردة عندنا حلقة طويلة هنستقبل فيها كل ابطالنا ابطال فريق 2005 الفترة برضو الكام يوم اللي فاتوا ناس النادي الاهلي هيلعب في مسببت الربطة النادي الاهلي مش هيلعب النادي الاهلي هينساحب كلامه اقويل كتير في هذا الشأن لكن انا عايز اقول لحضراتكو ايا كان قرار مجلس ادارة النادي الاهلي احنا دايما مؤازرين لمجلس دارتنا دايما اللي بياخد قرار في مصلحة النادي الاهلي واي قرار بيتاخد دايما بيكون قرار مدروس مش قرار عشوائي لما يبقى عندك امر او قرار بتجيب من كافة الجوانب وتدرس الامر بتاعك مظبوط وبعد كده بتطلع بالقرار بتاعك للجمهور علشان كده انا بقول ايا كان القرار مجلس دارة النادي الاهلي احنا مسندين لهذا القرار انه بيكون دايما بيكون قرارات مجلس دارتنا دايما في صالح النادي الاهلي لكن الامر اللي هنا اللي انا بخطب به ربطة الاندية وقلت الكلام ده الحلقة السابقة بمجرد الاعلان عن مباراة الاهلي والمصري قلت النهاردة فين العدالة العدالة اللي مفروض تكون موجودة في اي مسابقة النهاردة انت بتعمل بطولة ربطة ليه النهاردة تحرمني من اللاعبين الدولين بتوعي ليه النهاردة وانا بد لعبة للمنتخبات سواء المنتخب الأولمبي سواء المنتخب الأول عندنا ما شاء الله في المنتخب الأول ما يكره من سبع لعبين وفي الدخل بأربع لعبين عندنا أيضا لعبين المحترفين أليو ديانجو وعلي معلول وبرستاو ليه النهاردة تحرمني من اللعبة دي ليه تحرمني النهاردة من المشاركة أن أنا حقق بطولة وفرني كافة العدالة خاصة النهاردة الأمر التاني برضو اللي عايز أكلم حضراتكو فيه أي بطولة النهاردة زي بطولة الربطة النهاردة ربطة الأندية أنت بتعمل النهاردة البطولة دي طب العائد العائد بيروح لمين تبتعمل بطولة النهاردة وبتنظم عشان العائد يرجع للربطة طب فين الحقوق التجارية فين البث النهاردة تلفزيوني فين الأندية اللي عليها مسئولية كبيرة سواء في دفع المرتبات للعبين والعقود سواء للأجهزة الفنية ليه تحرمني من هذا الأمر لأنه النهاردة بتلعبني ممكن أوصل الفاينال ألعب أربع خمس ماتشاة طب فين العائد بتاعي الحاجة التانية فين ليحة البطولة النهاردة أي بطولة لازم يكون فيها أو ليها ليحة من البداية النهاردة ما تجيش يبقى عندك ليحة لمثابة الدوري وتحط فيها بندين وتقول دي تبع ربطة الأندية لا السنة اللي فاتت بنلعب بنظام المجموعات السنة دي بنلعب بنظام خروج المغلوب لازم يبقى عندك هيكل أو شكل منتظم لبطولة الربطة الأمر التاني وده برضو يعني الأمر الغريب هو النادي الأهلي النهاردة مش هو الممثل الوحيد للكورة المصرية في بطولة أفريقيا لأنه النهاردة ألعب يوم 27 وأنا عندي مباراة يوم واحد تلات أيام أو أربع تيام خاصة أنه عند لعب المنتخبات هيرجعوا للنادي الأهلي يوم 29 هيتمرون متابنين ويدخلوا معسكر عشان يلعبوا المباراة مش عارف حالة اللعيبة الأمر التاني مش عارف إيه الإصابات اللي تكون ممكن تجيلي فالنهاردة ليه أدخل اللعيبة التانية في إجهاد الأمر التالت إزاي النهاردة نادي زا فيوتشر أو بيراميدز هيلعبوا يوم 25 وماتش الكوفيدرالية بتاعهم يوم 2 شوفوا الوقت الكافي للراحة في المقابل النادي الأهلي بيلعب يوم 7 يوم 27 وهلعب يوم واحد إزاي؟ فين الراحة هتديها للعب النادي الأهلي؟ عايزت وأعنف نفس الفخ اللي أنا رحت فيه في سانداونز بتلعبني التلات مع المولين العرب وأطلع على سانداونز في الرحلة الطويلة دي وأنا النهاردة عندي مباراة مصرية للكرة المصرية مش أقول النادي الأهلي خاصة النهاردة النادي الأهلي هو الممثل وحيد للكرة المصرية شوف ارجع شوف الهلال السوداني هناك في الكرة السودانية الاتحاد السوداني عمل إيه؟ أجل لهم ما تشير وأنا هنا بتحطي لي مباراة يوم 27 عشان أنا عاب يوم واحد أتمنى أتمنى نظرة عادلة من المسؤولين عن الربطة هي دي رسالتي إلى خيرة ليهم